استرعت وزارة الخزانة الامريكية يوم الاربعاء قرارا بشان سياسة السعر الصرف لموتة نصف السنة ولم تصف الصين بمتلاعب بالعملة وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد يوم واحد ان هذا القرار يتوافق مع اتجاه المجتمع الدولي يتفق عدم وصف القرار للصين بالمتلاعب بسعر الصرف مع المعرفة الاساسية والمجتمع الدولي قارت الصين كدولة مسؤولة كبيرة انه ليس لديها نية للخراط في عملية نفسية لخفض سعر الصرف الليوان او استخدامه للتعامل مع الترابات الخارجية مثل احتكاكات التجارية ستواصل الصين تعزيز الاصلاح الموجه نحو السوق لليوان والحفاظ على استقراره على مستوى معقول متوازن نأمل ان تحترم الولايات المتحدة قوانين السوق والحقائق وان لا تقوم بتسييس قضية سعر الصرف